هذا شيء يكون طبعا عنده واحد الشروط اللي خاصة يكون دائما الانتظام والتحاليل خاصة أنه دبا فئات المجتمع كلها عندها هذه الامكانية ديال التغطية الصحية باش الجانين ينمو في ظروف جيدة ونحدوه ونقصوه من هذه المشاكل اللي كترتب على عدم زيارة الطبيب فهذه مكتسبات مهمة وإلا غا تنتبه في التفاصيل اللي قدمها سيد رئيس حكومة في مجلس النواب ربطها مع التمدروس طفل اللي قل من 21 سنة وماشي من تمدرس ياخد واحد تعويضات عائلية أقل من طفل في وضعيات تمدروس لأنه هذا الهدف يجب أن يؤدي وظيفة والوظيفة الأساسية بالإضافة الكرامة إلى غيرها من الوظائف يؤدي الوظيفة لنحافظ على الأطفال في المدرسة لأنه دول مكان طبيعي ديالهم لكي نحقق الارتقاء الاجتماعي إذن التركيبة تكلمت عليها هاتشي غا دي مشي بشكل متدريج الفين وربع وشرين الفين وثلاثة وعشرين الآن غا نبدو ديسمبر الفين وربع وشرين غا تكون واحد زيادة الفين وخمس وعشرين غا دي تكون إن شاء الله واحد زيادة واحدة واخرى حتي تستكمل هاد الورش هذا في الفين وستة وعشرين الكلفة دياله وكلكم كتعرفوها لربع وثلين وخمس وعشرين مليار تسعة وعشرين مليار سنوياً ابتداءاً من ستة وعشرين عدنا واحدة لعشرة دياله مليار ديال التغطية الصحية وكنا نحن قاعدين بربعين مليار ديال الدرهم هذا طبيعي جداً أنه يطلب من الحكومة أنها تعمل واحد لمجهود لكن يجب أن ننسى به أولاً ويجب أن نركز على أن هذه المرحلة الأولى اللي هي ديال ديجمبر وديال يناير وفبراير ومارس من السنة المقبلة راماً غا نتكلموش على شي حاجة اسمتها إصلاح المقال صف هذا الوقت هذا نتكلمو على أن الناس يخدوا التعويضات يخدوا التعويضات ثم منيني مر الفصل الأول من السنة المقبلة أنا داك سوف نبدأ تدريجياً في تطبيق هذا الإصلاح هذا اللي هو ينسجم مع القانون الذي ينظم التغطية الصحية واللي جاء وتم الاعتماد دياله خلال الولايات السابقة إذن هذا بخصوص الدعم الاجتماعي كيف ما قلت اللي هو ليس فقط مجرد إجراء بسيط هو تحول كبير جداً على مستوى الفعل العمومي وعلى مستوى السياسات العمومية طبعاً بإرادة من جلالة الملك والحكومة نفذت الإرادة من جلالة الملك وفق الأجندة ووفق الأجال وأيضاً وفق يعني مبالغ التعويضات كما هو محدد لكن في نهاية المطاف يبقى هذا الورش هو ورش لجميع المغاربة ويحتاج أنه يعرف واحد المساهمة من مختلف المتدخلين كيفما كان نعم هذا علش غتلقوا إصلاحات في قانون مالية لهذه السنة لأولاً كتنساجم مع الخط دي الإصلاح اللي جاء في المناظرة الوطنية لإصلاح الجبايات العمومية نفس لإصلاح الجبايات نفس المسار بدنا أولاً بإصلاح الضريبة على الدخل هذه السنة سوف يتم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة باش نمشيوا إن شاء الله في هذه المنحة لكن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يجب أن ننتبه هناك مواد كثيرة جداً يستهلكها المغاربة واللي كانت تطبق وحد المستوى دي الضريبة اللي محدد سبعة في المية كمجموعة من المواد بحل الحالي بحل الكتب المدرسية بحل العلاب السردين بحل الزبدة إلى غيرها من المواد هذه سوف يتم إلغاء ضريبة على القيمة المضافة جمعنا عن نوديك السبعة في المية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر